السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر إكس بوكسون الدفعة الجديدة من ألعاب الجيم باس لشهر 11 من عام 2023 تم الكشف عنها راح نشوف نزول لثلاثة ألعاب جديدة خلال آخر أسبوعين من شهر 11 بالإضافة أنه راح نشوف مغادرة لسبع ألعاب من الجيم باس في نهاية الشهر هل من الوهل الأولى ممكن يبين ثلاثة ألعاب أنه رقم جدا قليل وعمرنا ما شفنا عدد هيق قليل بنزل على الجيم باس بس أتوقع أنه في حفل جوازي الألعاب لعام 2023 لفترة شهر 12 وهيك بيكونوا عوضون عن هذا العدد القليل راح نحك في هذا الفيديو عن تفاصيل الألعاب الثلاثة اللي راح ينزل على الجيم باس والألعاب اللي راح تغادر الجيم باس في نهاية شهر 11 بس طبعا قبل ما نبلش لو سمحتوا أول شي يعذروني على ردائة صوت لأنه من الواضح أنه داخل في مرضى وبتمنى طبعا ما تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة خلينا نبلش بأول لعبة راح تنزل على الجيم باس وهي لعبة برسونا 5 تاكتكا اللي راح نشوف تغيير في نمط اللعب وسر اللعب في هاي اللعب ما اعتمد على القتال المبني على الأدوار راح نشوف قصة جديدة تضع أبطال الجزء الخامس في مغامرة نشوف أحداثها من بعد حادث غامض بنقولهم إلى عالم موازي لعالمهم وبلاقوا أن هذا العالم محكوم من قبل حاكم ظالم وديكتاتوري وبصيروا بعدين أبطالنا بدون مساعدوا سكانها على مساسه يقضوا على هذا الحكم الدكتاتوري راح تنزل لعبة برسونا 5 تاكتك يوم 17-11 إن شاء الله ورح تنزل على الأكسبوكس جيم باس والبي سي جيم باس وفي يوم 28-11 راح نشوف نزول للعبتين على الجيم باس الأول هم هي لعبة دون سبايس ووز اللي هي أصلا موجودة على البي سي جيم باس ورح نشوف نزول على الأكسبوكس جيم باس يوم 28-11 اللي هي اللعبة نزلت الآن بشكل عام على الأسواق السن الماضي في شهر 4 وحصلت على تقيمات عالية نوعا ما حيث أغرب المواقع أعطتها علامة 9 من 10 لعبة دون سبايس ووز هي لعبة استراتيجية مأخوذة من عالم فيلم الخيال العلمي دون اللي نزل بعام 1984 وشوفنا عادة عمل لإلو في 2021 راح تكون قادر في هاي اللعبة على أنك أنت تختار الجماعة اللي بدك إياها وتقودها للسيطرة على العالم اللي طبعا هو عبارة عن صحراء القاحل الكوكب أركس في هاي اللعبة راح يكون عندك إمكانية عمل تحالفات عسكرية واقتصادية مع الجماعات الثانية ورح تقدر تعين جواسيس وعملاء بين الجماعات المنافسة والأعداء عساس أنك أنت تخربهم من الداخل وتسيطر عليهم من جوة وبرضو إمكانية أنك أنت تعلن الحرب بشكل مباشر وتنزل على ساحات المعركة عساس تأخذ اللي بدك إياها بالقوة هاي اللعبة تعتبر إضافة جدا قوية خصوصا لأي حدا بيحب هذا الفيلم دون أو اللي بيحب الألعاب الحروب الاستراتيجية بشكل عام وفي نفس اليوم راح نشوف نزولها لعبة رولد روم واللي هي برضو شفنا نزولها السنة الماضية بس كانت بشكل خصري على جهاز بلاي ستيشن والآن راح نشوفها تنزل أخيرا على جهاز الأكس بوكس ومباشرة على الجيم باز هاي اللعبة هي لعبة ثلاث بيرس انشوتر بنشوف فيها مزيد جدا جميل من الحركة السريعة والسلسة مع قتال وأكشن قوي ومليان بالعنف فكرة اللعبة العامة انك انت راح تستعمل زلاجات عشان تتزحلق في حلبات من معارك وتقاتل موجات متعددة من العداء اللي قتلك للعداء راح يساعدك على استرجاع جزء من صحتك وطبعا قدرتك على التزحلق وعمل حركات بهلوانية راح يعطيك رصاص وذخير عشان تقدر تكمل قتلك للعداء المختلفين هاي اللعبة راح تمتحن مهاراتك وخدراتك مع كل التحديات اللي راح ترميها في وجهك ورح تقدر تتنافس مع صحابك ولعبين تانين على مين يكون في قائمة البطولة راح يرافقك بها المعارك المختلفة حتى موسيقى أسطورية راح تتناسب مع نمط القتال السريع والحركة النشطة وبهيك نكون خلصنا الألعاب اللي راح تنزل على الجيم باس خلال النص التاني من شهر 11 ومنكمل الآن في الألعاب اللي راح تغادر خدمة الجيم باس في نهاية الشهر وللأسف راح نشوف مغادرة لسبع ألعاب واللي راح تغادر أولهم هي لعبة أنفل فولت بريكر اللي هي لعبة ملتيبلاير شوتر بشكل تعاوني من منظور التوب داون مع عناصر الروغ لايك راح تلعب في هاي اللعبة مع عناصر فرقة 7 فولت بريكرز اللي بنتلقوا في استكشاف مجرات مختلفة في بحثهم عن خزائن من حضرات قديمة وطبعا بيقاتلوا وحوش وكائنات فضائية موجودة على هاي الكواكب راح تلاقي في هاي الخزائن قطع أثرية اللي راح تخليك قادر على تطوير شخصيتك عشان تكون جاهز للتحدي الجديد في كل مرة بتلعب فيها كل مرة بتموت فيها راح ترجع مرة تانية بشكل أقوى مع قدرات جديدة ورح تلاقي حتى تحديات جديدة راح تشوف في هاي اللعبة فوق الميت السلاح وقدرة راح تلاقيهم في شكل عشوائي في اللعبة وطبعا انت بدك تحاول انك انت تدمج ما بين هدول الأسلحة والقدرات عساس تصير الألتمت فولت بريكر هاي اللعبة حاصلة على تقييمات جيدة نوعا ما بعلامات 8 من 10 من أغلب المواقع والحلو في هاي اللعب انها بتدعم انه 3 لعبين يلعبوا مع بعض وينطلقوا في الغزوات المختلفة وفي اللعبة رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 راح نشوف 3 ألعاب من سلسلة باتل فيت راح يغادروا الجيم باز وهم لعبة باتل فيت 1943 ولعبة باتل فيت بات كومباني وباتل فيت بات كومباني الجزء الثاني طبعا ما في داعي احكي كثير عن هدول الألعاب لانه من اسمهم ألعاب باتل فيت وطبعا هي ألعاب نار على العالم لزالة هدول الألعاب من الجيم باز هي اشي اصلا كان متوقع لانه قبل فترة تلعت شركة اي 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 وعلنت ان السيرفرات لهدول الألعاب راح يتم ايقاف عملهم تحديدا يوم 8-12 فمشانه كان متوقع انه هدول الألعاب نشوفهم يتم سحبهم من خدمات الاشتراك المختلفة انا شخصيا بنصح اي حدا ما لعب لعبة بتل فيت بات كومباني 2 انه يلعبها فورا وخصوصا طور القصة لانه كل صراحة هاي اللعبة راح تشوف فيها العديد من امور المسلية والجميلة والرائعة من اولها لاخرها وفي لعبة رقم 5 نشوف لعبة غريد وهي لعبة سباق سيارات اللي نزلت بعام 2019 وهي تعتبر واحدة من افضل العاب السيارات على الاطلاق راح تشوف فيها اللعبة سباقات عنيفة مع كل السيارات السريعة اللي بخطرة على بالك والعديد من الحربات الواقعية اللي راح تعيش فيهم تجربة سباقات سيارات ولا احلى وفي لعبة رقم 6 منشوف لعبة ديسكروم وهي لعبة الغاز جميلة واللي رح تشوف حالك مطلوب منك تتقدم في مثل المتاهة المليانة بالشفرات الاستوانية بانواعها واشكالها المختلفة اللي رح تشوف ان كل شكل من هدول الشفرات الاستوانية رح يحتاج انك تتعامل معه بشكل خاص بناء على نمط الحركة تاعه رح تشوف لعبة رح تخليك تعيش اجواء فيها مستوى تحدد جدا عالي وتتنقل من غرفة الى غرفة في هاي المتاهة وتحاول انك تتضلك عايش الاطول فترة ممكنة وتكمل الاهداف المطلوبة منك اللي كل واحد رح يكون اصعب من اللي قبله وفي اللعبة رقم 7 والاخيرة منشوف لعبة استورد واللي هي لعبة اكشن مغامرات ار بي جي رح تستكشف في هاي اللعبة الاكثر من جميلة عالم غريب ومجهول لابطالنا من بعد ما عاشوا سنوات طويلة تحت الارض وقرروا طبعا انه مخاطروا بحياتهم ونشوفوا اذا سطح الارض انه الواحد بقدر يعيش عليه وفعلا رح نشوف انه مغادرتهم كانت سليمة لانه بطلع انه سطح الارض اموره تمام نوعا ما لانك رح تشوف العديد من القرى والمدن والمجتمعات اللي رح تقدر تدخلها وتشوف ناسها وتتعرف عليهم بس مغامرتك فعليا ما رح تكون خالي من المخاطر لانه رح يواجهك وحوش وعداء مختلفين طبعا في تقدمك واستكشافك للعالم بالاضافة انه رح تقدر تبدل ما بين الشخصيتين جون و سام اللي كل واحد منهم له قدراته الخاصة عشان تقدر تتجاوز التحديات المختلفة في هاي اللعبة لعبة تيستورد هي لعبة مسلية بقصة غنية وممتعة وبنصح الكل انه يجربها ويلعبها قبل ما تغادر خدمة الجيمباز فكان هدول هم الالعاب اللي رح يغادروا الجيمباز ان شاء الله نهاية شهر 11 وبهيك بنكون طبعا وصلنا الى نهاية الفيديو فلا تنسونا لو سمحتوا في زر اللايك والاشتراك في القناة شاكرا لكم من المشاهدة بنشوفكم فيديو محتوى تاني بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم